من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختر ديوب أن اختيار المؤسسة مستشارا استراتيجيا للحكومة لدعم رؤيتها لطروحات الحكومية سيطلق العنان نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص لبناء اقتصاد مستدام وأنا متفائل من أن هذا الاتفاق يمكن أن يكون مثالا يحتذا به من قبل اقتصادات أخرى أود أن أعبر عن امتنيني لسيادة الرئيس السيسي للوقت الذي منحنا إياه على رغم انشغاله لكي يلتقي بي وبوفدي اليوم وهذا يعيد التأكيد على الأولويات التي ضح سيادة الرئيس وأهمية القطاع الخاص ودوره في تنمية مصر أنا ممتن لقيادته ليس فقط في مصر ولكن كذلك بالحديث عن المسائل المرتبطة بأفريقيا ترجمة نانسي قنقر